اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المحركات المتدمنة او المحركات التوافقية احدى المحركات المهمة جدا في الحياة العملية في الوقت الحالي لو قلنا استخدامها على اساس ان احنا هنقول اهميتها القصوى في حياتنا العملية يكفي ان انا اقول لك بند واحد من ميزاتها عشان نبدأ في شرحها بالتفصيل لانك انت هتواجه بعض الاشياء في الشرح منها ان هذا المحرك يحتاج لوسيلة لبدء حركته اه شفت العجابة يعني محرك هيجيب محرك تاني يدوره بقول لحضرتك ايوه ده ممكن كمان يحتاج الى طيارين المحرك هذا المحرك يستخدم كمحسن لمعامل القدرة ودي نقطة مهمة جدا اللي احنا هنبني عليها شرح الحلقة بالكامل على وهو المحرك التوافقي يستخدم لتحسين معامل القدرة حاولها كده قبل ما نبدأ الشرحة عشان واحنا بنشرح الاسئلة تهدى شوية لا هنقول لو انا عندي على سبيل المثال القدرة في الوجه الواحد مثلا البي بتساوي الاي في البي في كوزين فاي مثلا نبقى المثال القدرة اللي هي بالواط وهنا الطيار طيب عارف ان انتو عارفين الرموز بس تصبروا علي وهنا الضغط وهنا معامل القدرة لو اللي اتنين دول مثلا بنقول بمية ومعامل القدرة باربعة من عشرة يبقى القدرة هنا تطلع اربعين واط اربعين واط طيب احنا لو عملنا تحسين لمعامل القدرة خلينا خمسة من عشرة يبقى القدرة هنا هتبقى خمسين واط احنا قلنا مثال بسيط معناها ان ان المحرك التوافقي كمحسن لمعامل قدرة بس مش بالقدر الكافي اللي خليني استغنى عن انشاء محطة توليد للطاقة او رفض عليكم ايوا كده مصحصحين اننا اضع مولد توافقي على التوازي مع الشبكة يبقى المحرك التوافقي من احدى استخداماته لتحسين معامل القدرة على الشبكة هنقول هذا الكلام مع الشرح بالتفصيل في حلقتنا النهارد بداية بنقول المحرك التوافقي او المحركات التذامنية نقول تعريفها مع بعض بدايتنا على شاشتنا هتطلع التعريف مباشرة بيقول ايه التعريف على الشاشة بيقول عرف المحرك التوافقي وما سبب تسميته بهذا الاسم المحرك التوافقي هو آلة كلمة موتور يعني تأخذ طاقة كهربية تحولها الى طاقة برضو عليك الى طاقة حركية او ميكانيكية يبقى تعريف المحرك التوافقي هو آلة تحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية هزود كلمتين بهذا الصدد هم كلمتين يدور بسرعة التوافق يدور بسرعة التوافق سبب تسميته بهذا الاسم لان سرعة المجال الدائر تساوي سرعة العضو الدائر تب ايه دول بقى؟ طيب نشوف التعريف الاول ونقوله هو آلة كهربية تحول الطاقة الكهربية الى طاقة ميكانيكية وبسرعة ثابتة هي سرعة التوافق ابنانا وبناتنا عشان نقول سرعة التوافق اللي هي ان ودي حنقولها كده مع بعض الان اللي هي سرعة خذ بالك من الالفاظ لان احنا هنحتاجها فيه الابواب فيما بعد سرعة المحرك التوافقي هي هي سرعة العضو الدائر هي هي سرعة المجال الدائر هي هي سرعة التزامن ايوه زي ما قالت بنتنا كده يعني هي نفس سرعة المولد بربع عليك اني دي بنجيبها منيني اسادزة تمام ايوه شبابنا صحي كده الاف بتساوي البي في الان على اتنين في ستين ومنها الان بتساوي الاف في اتنين في ستين على البي هي دي سرعة المجال الدائر وسرعة العضو الدائر وصرعة التزامن في المحرك التوافقي كلها سرعة وحدة كلها سرعة وحدة المحرك التوافقي من بداية الحالة احنا قلنا ايه عليه ابنانا قلنا من المحركات المهمة جدا في الحياة العملية ممكن اوي اننا بدل معامل عملية التوافق ابنانا وبناتنا فين ربعلي في التوافق احنا اخدنا في المولدات لعملية ادخال مولدين معا على التوازي لرفع كفاءة تشغيل الشبكة ودي كانت احدى المميزة طيب المحرك التوافق احنا عرفنا عنه انه سرعته ثابتة ثابتة يعني ما اقولش مسلا مطور المية عندي في البيت بياخد عندي اربعة قط بديله الكهرباء يديني الف وخمسمية اما جئيس عن طريق لو عداد السرعة حيديني الف وربعمائة وخمسين الف وربعمائة الكلام ده سابق الاوانو اللي هي بنقول عليها نسبة الانزلاق لكن المحرك التوافقي الف وخمسمية يبقى لازم شوف يقول اياه كلمة ايه لازم انه نحط التاكميتر او ايه ستاكميتر عداد السرعة يديني الالف وخمسمية تماما ما يقلش لفة او يزيد لفة ودي احدى اهمية استخدامه سرعته سبتة وطبعا من احدى عيوب ده بالنسبة للتعريف طب لو قلنا كمان جاءت تسميته منين شاشتنا جميلة انطلعت هلا على الشاشة بتقول ايه ومن ذلك جاءت تسميته بالمحرك التوافقي او المتزامن ايه قد بالك من الكلمة متزامن سرعته لسرعة العضو الدائر مع سرعة المجال المغناطيسي معنى ذلك ان سرعة المجال المغناطيسي تساوي سرعة العضو الدائر ليس بينهما فرق ودي مهمة جدا في المحرك التوافقي ابنائنا وبناتنا تعالوا نشوف مع بعض تاني هنا هنبدأ نقول تركيب المحرك التوافقي لو انا قلت لحضراتكم كلمتين وانا بكتبهم كده ياريت تفهمون كويس اوي تماما مثل المولد التوافقي حضراتكم ممكن تقولولي التركيب انتظر منكم الاجابة ولا نقولها مع بعض بقول تماما مثل المولد التوافقي صح كده برضو عليك بنت من بناتنا بتقولي هو تماما يبقى التركيب واحد ولكن نظرية العمل تختلف برضو عليكم عشر على عشر عشر على عشر نرجع تاني لبداية حلقاتنا في التلفزيون المصري بتقول قانون فرضاي للمولد اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فانها تولى قوة تعمل على تحريك هذا الموصل لعقوة الحركة تبقى قانون فرضاي للمحرك اذا وضع موصل يحمل طيارا كاربيا في مجال مغناطيس فانها تنشأ قوة تعمل على تحريك هذا الموصل هنعيد تاني للمولد اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فانها تنشأ قوة دفعة كاربيا اما في المحرك اذا وضع موصل يحمل طيارا كاربيا في مجال مغناطيسي فانها تنشأ قوة تعمل على تحريك هذا الموصل بنتنا واحنا من ديه قالت لن ايه قالت يختلف نظرية العمل هنا بنقول الفطرة بتاعة المصريين قارن قالك اللي اتنين تركيب واحد طيب ما لو تركيب واحد ونظرية عمل واحدة مش هقدر اقول محرك ومولد اكيد في حاجة مختلفة شوف صورة البديئة قالت ايه قالت يبقى هنا النظرية العمل تختلف وده الصح المولد اللي هو الدينامو بالحقيق باللفز العامي ان احنا بنقوله ايه بنديله حركة بناخد منه كهرباء اما المحرك اللي هو المطور حضرتك بتديله كهرباء تاخد منه ايه حركة يبقى اختلفت ايه نظرية العمل يبقى التركيب وزي ما كتبناها وشاشتنا طلعناها واحنا بنبتبع تماما مثل المولد طيب المفروض ان حضراتكو هجاوبوا على هذا السؤال تعالوا نجاوبوا كده وجها لوجه المولد او المحرك التوافق تركيبه عبارة عن ايه واحد العضو الثابت وعضو داير حضرتك قلتلنا في حلاتنا قبل كده مدام آلة يبقى فيها عضو ثابت وعضو داير العضو الثابت يشتمل على واحد الهيكل خارجي تمام تمام الهيكل خارجي يصنع من مادة غير مغناطيسية ما بين قصين الصلب الملحوم الانتيمون الالامونيوم وظيفة الهيكل براظ حماية الالة من الصدمات الخارجية حمل رقائق وملفات العضو الثابت براظ 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 على هيئة دوائر مشقوق بسطحها الداخلي مجاري طولية توضع بها ملفات العضو الثابت في النص كده نذكر بقى ابنانا كده بيقولوا ايه فيها ايش معنى او علل الصلب السيليكوني رقائق الصلب السيليكوني طيب الاجابة بتقول زي ما قالوا ابننا هي لتقليل مفاقيد الحديدية او التخلف المغناطيسي والطيارات الاعصارية ده اللي احنا بنأمله فيكو ابنانا وبناتنا ان انت بكون مذاكر والاجابة حضرة حضرة يعني زهن صافي وجاهز يبقى اول حاجة قلنا الهيكل ثم رقائق العضو الثابت ثم الملفات والملفات اللي هو السلك والسلك يصنع من النحاس الاحمر المعدول معزول بورنيش او قطن او ميكا او او دي حسب القدرة الملفات ثلاثية الاوجة تصنع من سلك النحاس الاحمر المعزول ويفضل ان توصل نجمة بيلحقوني في الكلام يفضل ان توصل نجمة لعدة اسباب حقول لحضرتك وحضرتها ارجع لي المولدات او ارجع لي المولدات قلنا لتقليل السلك بنسبة جزر ثلاثة طيب الملفات وهنا هنوقف وده الفارق الفارق بين المولد والمحرك ده الفرق الوحيد الملفات المولد ملفات المنتج او ملفات الوضو الثابت كنت باخد منها قوة دفعة كاربية اما في المحرك فبديها قوة دفعة كاربية اه يبقى الملفات في المولد بيستنتج بها القوة دفعة الكاربية اما الملفات في المحرك فبيستنتج بها المجال الداير المجال المناطيس الداير الناتج من مرور طيار كهربي متردد في ملفات العضو الثابت فينشع عنه مجال مناطيسي ثابت القيمة ولكنه متغير في الاتجاه او يغير موضعه من نقطة الى اخرى العضو الثابت للمرة التانية هيكل خارجي رقائق العضو الثابت ملفات العضو الثابت طبعا قلنا التصنيع وقلنا السبب وقلنا الوظيفة لكل جزء طيب ايه رأيكم هنقول مع بعض التركيب من تاني مع شاشتنا هنا في التلفزيون المصري واحد العضو الثابت اتنين العضو الدائر نبدأ مع بعض ويعني زمائلنا في الكنتوروت طلعونا الرسمة مباشرة قدام حضراتك طبعا المحرك التوافقي هنا جايبينه على اساس ان هو محرك استنتاجي لكن احنا بناخد الشكل العام للمحرك التوافقي وهنا بالنسبة لحلقات الانزلاق ومع الفرش الكربونية والمحرك التوافقي ايوه جاوبه بسرعة قبل ما ابدأ انت قلت حضرتك تماما مثل المؤلد يبقى فيه حلقات انزلاق وفرش كربونية طبعا الهيكل الخارجي من برة ودي هنا الحلقات بتاعته للإدارة ثم العضو الدائر اللي احنا عاملين فيه مقطع هنا لو خدنا رسمة تانية هنشوفها بهذا الشكل قادي عمود الدوران طبعا هتقولي ان ده محرك توافقي ده محرك استنتاجي ولكن احنا خدنا الشكل العام وقادي نقطة التلامس حلقات النهاية الغطائين الدرج بتاعي او المدرج بتاعي ازاي بتحطي الملفات ملفات العضو الثابت الاشارة بتاعتها الهيكل من هنا ده عمود الدوران عمود الدوران احنا قلنا الكلام ده خدناه في المؤلدات ولكن زملائنا طلعونا الرسم على في الكنترول على اساس ان احنا نذكر بعضنا بالشكل العام تعالوا نشوف مع بعض العضو الثابت من اللي بيكتب ولا انتوا اللي تملونا نكتب مع بعض العضو الثابت هو العضو الذي يحمل الملفات التي يتولد بها الطيار الكارابي المفروض ان يتولد بها المجال المناطيسي هنا الكلام بتاعي الشكل العام دي العضو الثابت من جوة وده قطاع بتاعي بالنسبة للرقائق رقم اتنين يتركب العضو الثابت من الهيكل الخارجي وقلنا وظيفته ايه ويصنع من ايه اتنين رقائق العضو الثابت من رب عليكم شراح الصلب السيليكوني ورقم تلاتة ملفات المنتج اللي هي ملفات العضو الثابت العضو الضاير العضو الضاير هنقف فيه جزئية صغيرة العضو الضاير يختلف لنوع الالة ونحن قلنا هذا الكلام فيه المولدات التوافقي العضو الضاير ينقسم لنوعين برافو عليكم ابنانا وابنتنا على طول معانا يقولوا عضو اقطاب بارزة واقطاب غطسة صح برافو عليكم ليه لان احنا قلنا كلمة كتبناها بادينا تماما مثل المولد التوافقي تماما يعني اقطاب بارزة واقطاب غطسة حاضر هنراجع المقارنة حاضر هنراجع المقارنة حاضر يبقى هنا العضو الدار ينقسم الى نوعين عضو دارزو اقطاب بارزة وعضو دارزو اقطاب غطسة تمام يبقى يختلف تصميم يبقى انا عندي العضو الدار ينقسم الى نوعين اقطاب بارزة واقطاب غطسة تماما مثل المولد التوافقي برافو عليكم ده اللي احنا عايزينه طيب يعني نقول المقارنة ولا نسيبها لكم حضراتكم تكتبوها هنقولها برضو للتذكرة مش للمذاكرة المذاكرة حضراتكم اللي بتذكروا فيها تمام يختلف العضو الدائر حسب نوع الالة نوع الالة هتعمل كده زي المولد هقولك اه هو اقطاب بارزة ولا اقطاب غطسة القدرة بتاعته عالية ولا القدرة بتاعته منخفضة هنا بيختلف النوع بتاعي تعال نشوف مع بعض هنا شاشتنا بتطلع ايه في العضو الدائر يختلف تصميم هذا العضو باختلاف نوع الالة المحرك وسرعته كما يختلف عدد الاقطاب المناطسية المركبة عليه تبقى لاختلاف تردد الطيارة المطوبة صرائد دورانو انواع العضو الدائر في المحرك التوافقي ينقسم لنوعين العضو الدائر زي الاقطاب البارزة العضو الدائر الاستواني اللي هو اضو الاقطاب الغاطسة الشكل العام للأقطاب البارزة اللي هي رقائق من الصلب السيليكوني على هيئة حذاء الفرس ركز كده على هيئة حذاء الفرس مجمعة ومعزولة عن بعضها على هيئة حذاء الفرس وتوضع على حدفة الحدفة اللي هي جمع جميع الأقطاب اللي عنده وهنا واخدين منع قطاع ونشوف هذا الكلام طبعا مع توصيلة الفرش الكربوني دي البكرة بتاعت الملفات اللي هنا بتركب على بالشكل اللي احنا شايفينه ده ده القطب بتاعي خلاص وهنا بنركب البكرة اللي عليها السلك بهذا الشكل دي الاقطاب البارزة الاقطاب الغاطسة بهذا الشكل الاقطاب الغاطسة اللي هي عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني المجمعة والمعذولة عن بعضها على هيئة دوائر مشقوق بسطحها ايوة ده اللي تحسك مستر حاضر لانها مشقوق بسطحها الخارجي مجاري طولية توضع بها ملفات العضو الدائر ملفات الاخماد السياخ الاخماد وخضراتكو يعني شرحناها في المولدات ودي من الاسئلة اللي احنا قلناها في المولدات اللي هي موظيفة ملفات الاخماد في كل من المولد التوافقي والمحرك التوافقي والمحرك التنافري في المولد التوافقي تقلل من اثار رد فيها العضو الاستنتاج ومنع اهتزاز الآلة بص على رقم ثلاثة الناس اللي بتذاكر معنا تستخدم كبدأ حركة في المحرك التوافقي ايه هي ملفات الاخماد تصنع من قطان من النحاس وتوضع في مجاري باحزية الاقطاب ثم تقصر من الاطراف بقطان نحاسية مكونة قفى السنجاب وفائدة هذه الملفات تلاشي تأثير رد فيها العضو الاستنتاج اخماد الاهتزازات التي تؤثر على سرعة التضامن في المولدات لكن عندنا هنا في المحرك التوافقي تستخدم كعضو دائر قفص سنجاب اللي بيدي حركة المحرك التوافقي في حالة استخدام الالة المحركة او المديرة ايه رأيكم في اللي جاية دي اتحنقنا مع شاشتنا كده برفو عليه المقارنة بين الاقطاب البرزة والاقطاب الغطسة مقارنة ودي ابنائنا وبناتنا احنا جبناها في هذه الحلقة لسبب للتذكرة وليست للمذاكرة المذاكرة حضركوا اقدر بيها مننا انتوا ولادنا اللي بنذكركوا بالمذاكرة اللي انتوا ذكرتوها حدا هي راجع معنا ولا ننقلها من على الشاشة نرجع مع بعض نرجح مولد زو اقطاب هنقول لنا بلاش كلمة مولد دون محرك يستخدم في محركات السرعات البطيئة يستخدم في السرعات العالية يضار بواسطة توربينات مائية يضار بواسطة توربينات بخارية تحد الصفير مزعج اثناء الدوران في الاقطاب البرزة لا تحد الصفير اثناء الدوران في الاقطاب الغصف عدم انتظام الصغر الهوائية بين العضو الدائر والسابت في الاقطاب البرزة هنا انتظام الصغر الهوائية تهوية غير منتظمة ومعرض لعدم الاتزان في الأقطاب البرزة تهوية أفضل ومتزن دينماكيا القطر المحوري كبير في الأقطاب البرزة والطول المحوري صغير أما في الأقطاب الغطسة العكس قطره صغير وطوله المحوري كبير نظرية العمل للمحرك التوافقي عايزين يا ابنانا وبناتنا نتكلم فيها شوية لأنه هيجي عليها أسئلة كتير في الامتحانات المحرك التوافقي من أحد الأساسيات في أسئلة آخر العام ليه؟ احنا قلنا في بداية الحلقة من المحركات المهمة جدا جدا في الحالة العملية وإحنا قلنا فايدة من فويده على أساس نعرف أهميته المحرك التوافقي بيجي لك منه تلات أربعة سئلة والإجابة واحدة تعالوا نكتبهم مع بعض وبعدين نجاوب عليها في الشرح مع شاشتنا شاشة التلفزيون المصري أولا أول حاجة بيقول اشرح نظرية العمل للمحرك التوافقي بنفس الصيغة علل بنفس الصيغة علل يحتاج المحرك التوافقي لوسيلة لبدء حركته علل بنفس الطريقة لا يبدأ المحرك التوافقي حركته من تلقاء نفسه يحتاج علل برضو يحتاج المحرك التوافقي إلى طيارين لتشغيله كم سؤال كم سؤال عد أربعة يا شاشتنا حمد كمان سايبها لك على الشاشة عشان تنقلهم ليه الأسئلة بتيجي متشابهة والإجابة واحدة مين اللي هيجاوب بربع عليك كنتوا لاتنين مع بعض بربع عليك اللي فهم واللي سمع واللي فهم شرح المدرس وذاكر وراه الأربعة أسئلة اشرح نظرية العمل للمحرك التوافقي دي مباشرة يحتاج المحرك التوافقي لوسيلة البدء حركته دي غير مباشرة لا يبدأ المحرك التوافقي حركته من تلقاء نفسه يحتاج المحرك التوافقي إلى طيارين لتشغيله الأربع أسئلة الإجابة واحدة قالوا وهي نظرية العمل للمحرك التوافقي نظرية العمل للمحرك التوافقي أبنائنا وبناتنا لابد إن إحنا نفهمها كويس وتعالوا نقولها كده باللغة العامية أي مطور في الدنيا تدي له كهرباء بيعمل إيه بيشتغل صح؟ مطور الغسالة مطور المية مطور التلاجة بتدي له بتحط الفيشة في البريزة وتبتري تشتغل إلا المحرك التوافقي المحرك التوافقي في مشكلة إحنا قلناها في التعريف قلناها في التعريف بمعنى إيه بقى؟ إن أنا هدي للمحرك التوافقي زيه زي أي مطور هدي له الطياريك كعربي هينشع عنه إيه؟ هنا الخبرة بتاتك طب أنا مش هرسمها وهطلعها لك على الشاشة ونقعد نشرح فيها تعالوا نشوف مع بعض كده هنقولها إزاي؟ المحرك التوافقي بص الرسمة طلع جميلة أو إنت ديت لملفاته العضو الثابت طيار متردد خد بالك من الكلام ديت لملفاته العضو الثابت طيار متردد نشع عنه موجة جيبية على شكل أو موجة جيبية طيار متردد وطيار ثابت القيمة ولكنه متغير في الاتجاه مرة موجبة ومرة سالبة اتفقنا؟ اتفقنا يبقى هنا عند مرور طيار في ملفات المنتج طيار كهرابي متردد ينشأ مجال مناطيسي دائر على شكل موجة جيبية مرة موجبة ومرة سالبة هيعبر الصغرى الهوائية بص الرمز بتاعك حتى الرسمة موجودة على الشاشة ليجد الأقطاب أمامه قطب جنوبي وقطب شمالي تمام نفترد بأنه وبن بعد كده أن الموجة الموجبة وقى تحت منها القطب الجنوبي الموجة الموجبة وقى تحت منها القطب الجنوبي يبقى أصبح عندي كده مجالين محصلة تفاعل المجالين هينشأ عزم دوران تمام هيديني اتجاه دوران لأعلى مثلا طيب تعالوا بقولي الكلام ده هنا الموجة السالبة يقى تحت منها القطب الشمالي هينشأ مجالين المجالين محصلة عزم الدوران هتكون لأسفل اخذت بالك من الكلام طب نعدها تاني عشان انتو اللي تقولوا ليه احنا بنحتاج لآلة مديرة عند مرور طيار في ملفات العضو الثابت لمحرك التوافقي طيار متردد ينشأ مجال مناطيسي دوار متردد ثابت القيمة ولكنه يغير موضعها من نقطة الى اخرى على شكل موجة جيبية مرة موجبة ومرة سالبة نفترض ان نصف الموجة الموجبة يقى تحت منها القطب الجنوبي محصل التفاعل مجالين ينشأ عزم دوران لآلة وفي نصف الموجة السالبة ينشأ عزم دوران لأسفل وبتساوي العزمان وتضادهما في الاتجاه ونتيجة عزم القصور الزاتي العضو الداير هيفضل وايف العضو الداير هيفضل وايف مش هيشتغل المحرك الحل السؤال لنا الحل هنفضل كده لا لابد ان تدور الاقطاب الاقطاب اللي هي الشمالي والجنوبي بنفس سرعة المجال الدائر تاني لابد ان تدور الاقطاب بنفس سرعة المجال الدائر يعني برافو عليكم نحتاج لوسيلة مساعدة نحتاج الى وسيلة مساعدة وده اجابة السؤال اول الاربع اسئلة اللي احنا قلناهم كلهم واحد علل يحتاج المحرك التوافقي الى وسيلة البدء حركته يحتاج المحرك التوافقي طيارين لتشغيله لا يبدأ المحرك التوافقي حركته من تلقاء نفسه اشرح نظرية العمل هنقولها تاني ملفات العضو الثابت اديتها طيار متردد هينشعنا مجال مناطيسي الثابت القيمة ولكنه يغير موضوعه من نقطة الى اخرى يعبر الى هنا من الاقطاب مرة شمالي ومرة جنوبي في النص الموجة الشمالي او المجابة في النص الموجة المجابة يقع تحت القطب الجنوبي هيديني عزم دوران في اتجاه ونص الموجة السالبة هيقع تحت القطب الشمالي هيديني عزم دوران في اتجاه المعاكس اصبح مجالين متساويين ومتضدين في الاتجاه المحرك هيوقع والحال قالك لازم العضو الدائر اللي هي مين بربع عليكم الاقطاب البرزة او الغطسة تدور بسرعة المجال اللي اتنين لازم يكونوا سرعة واحدة ومن هنا جاءت تسميته بربع عليكم بالمحرك التوافقي سرعة المجال الدائر تساوي سرعة العضو الدائر اللي هي الاقطاب فهمنا يعني ايه المحرك التوافقي وليه سمي بالمتزامن لان سرعة المجال الدائر تساوي سرعة العضو الدائر وده قلنا في بداية حلقتنا من تلفزيوننا المصري هنا ان احنا في بداية الحلقة قلنا الان هي ايه سرعة التزامن سرعة التوافق سرعة المجال الدائر سرعة العضو الدائر كلهم حاجة واحدة في المحرك التوافقي نظريت العمل ابنانا وبنتا بيجي عليها اسئلة كتير جدا ومن الاربع اسئلة اللي احنا قلنا عليهم وإحنا شرحنا نظرية العمل بالتفصيل عشان كده لانه من المحركات المهمة جدا في الحياة العملي طيب دي نظرية العمل اللي احنا قلناها والشكل انا عايز اشغل المحرك التوافقي هشغلو ازاي قال لي معنا حاضرتك هنجيب قلة مديرة تقول له ماشي ما فيش طريقة اسهل لا فيه ها ابنانا وبناتنا فين رب عليكم هنستخدم ملفات الاخماد اشرح مع الرسمة كيفية بدء حركة المحرك التوافقي بمساعدة محرك خارجي بتهيالي دلوقتي بتقدرش تقول لي انا هجيب محرك يدور محرك انت عرفت ليه عرفت ليه هجيب محرك يدور محرك التوافقي بالذات لاني لابد ان تدور او دور سرعة العضو الدائر بنفس سرعة المجال الدائر تعالوا نشوف مع بعض الايجابة اكون ازاي محرك استنتاجي هجيب محرك استنتاجي وده عندنا في المعامل في تسعة وتسعين في المائة من معامل قسم التركيبات والمعدات الكاربية في مدارس مصر كلها معمل اللفول وان شاء الله نشرح لكم تجارب المعمل لنا بازن الله ادي بجيب محرك استنتاجي بسميه المحرك الخارجي او المحرك المساعد زي وزي يمين كده ايوه برفو عليكم زي المولدات ايوه خليكم صحيين معايا كده بجيب محرك استنتاجي خد بالك من الكلام وصل اطراف العضو الثابت له بالتوالي مع اطراف العضو الثابت للمحرك التوافقي وهنا معايا مقامة تنظيم الجهد على ملفات الاقطاب اللي هتتغزى بعد كده بطيار مستدر تغزى بعد كده بطيار مستمر يعني حضرتك عايز محقلة مديرة وعايز طيار متردد وعايز طيار مستمر وهو ده من ضمن عيوب المحرك التوافقي شوف حضرتكو الكلمة بتجيبها لوحدها والشرح بييجي لوحد انت هتحتاج ايه لطيارين طيار متردد وطيار مستمر ملفات الاقطاب وهتحتاج ايضا لآلة مديرة يعني محتاج اهلا مديرة ومحتاج طيارين انا بقولي الكلام ده ليه ان حضرتك وحنا بنقول اللي اربعة اسئلة قلنا يحتاج الى طيارين هندي اعمل ايه حضرتك هتبتلي تشغل المحرك الى استنتاج اتوصله بالمنبع هيبتدي دور معا مين العضو الدائر للمحرك التوافقي انا مفيش مشكلة عندي في سرعة المجال الدائر ليه يا دوبك هوصل ملفات العضو الثابت بمنبع الطيار المتردد هيديني المجال الدائر في ملفات العضو الثابت للمحرك التوافقي لان المجال الدائر سرعته ايه بربع عليكم ثابتة ولكنه يغير موضعه من نقطة الى اخرى تعالوا نشوف بقى خطوات التشغيل ازاي هشتغل بالمحرك المساعد نشوف مع بعض كده خطوات تشغيل اولا شوف احنا شرحناها ازاي على الرسم يدار المحرك الاستنتاجي ليدير مين العضو الدائر للمحرك التوافقي يبقى اول واحد اول حاجة بشتغل مع الال المديرة رقم اثنين الكلمة دي هسألكم فيها تغذى اقطاب المحرك التوافقي بطيار مستمر اول السؤال لماذا هتقول للحفاظ على سرعة العضو الدائر للحفاظ على سرعة العضو الدائر شوف رقم ثلاثة هتقول لنا ايه عند توافق المحرك لحظيا مع المنبع يغذى العضو الثابت بمنبع الطيار المتردد طيب ابنائنا وبناتنا هنقول خطوات تشغيل المحرك التوافقي مع بعض اولا بشغل المحرك التوافقي الاستنتاجي عن توصيله بالمنبع هيشتغل مع مين العضو الدائر للمحرك التوافقي ركز معايا كده لان السؤال ده حيجي لك في ديتين ثلاثة كمان لا تقصر اطراف ملفات الاقطاب للمحرك التوافقي واخدوا بالكم السؤال حيجي لك حيجي لك يبقى انا بشغل المحرك الاستنتاجي الاول بوصله بالمنبع بيدور على نفس عمود الادارة بتاعه العضو الدار للمحرك التوافقي مع عدم التوافقي انا هوصل المحرك لاستنتاج الاقصى سرعة بقول تقترب من سرعة التوافق تقترب من سرعة التوافق وبعد كده ابتدي افصله وسيبه شغال كده على الفوض التوافقي بلحق بغزي ملفات مين الاقطاب بطيار مستمر لعضو الدار يفضل شغال وفي نفس الوقت بوصل ملفات العضو الثابت للمحرك التوافقي بطيار مطرد يبقى هنا بيسمى توافقي ان انا بوصل سرعة العضو الدار الى ان تتساوى مع سرعة المجال الدار دي خطوات التشغيل للمحرك التوافقي تعالوا نشوف مع بعض تاني هنا ثم اخر حاجة انا قلت هنا ايه يفصل المحرك الاستنتاجي ويحمل يعني ابتدي اشغاله بقى على الشبكة او اشغاله في الالات اللي تحتاج لسرعة سبتة طب دي طريقة باستخدام محرك مساعد ركز معي هنا في الكلمة دي ولصعوبة عملية التوافق يتم توصيل المحرك التوافقي على التوالي ودي احنا قلناها في الرسم مع ملفات العضو الثابت للمحرك المدير اللي هو الخارجي والرسمة يمكن لو طلع التاني معك خد بالك احنا عملنا ايه بدا ما ده منفاصل وده منفاصل والاتنين يتصلوا عن طريق عمود اللي ايه الدوران يعني امطلع ايه لك الرسم كاتبين محور الدوران انت بمتوصل ملفات العضو الثابت بالتوالي مع ملفات العضو الثابت للمحرك بحيث هنا يكون المجال تقريبا واحد يكون المجال ايه تقريبا واحد على اساس اننا متعبش واعمل عملية توافق للمحرك التوافقي مع الشبكة ولذلك كتبنا ايه لصعوبة اجراء عملية التوافق مع الشبكة لكن هي مش مستحيلة وللتسهيل فقط لغير طب الطريقة التانية المفروض حضراتكم بقى تجاوبوا على هذا السؤال هي ايه بقى اشرح مع الرسم كيفية بدقة حركة المحرك التوافقي بالمحرك الاستنتاجي المكون داخل اقطاب المحرك التوافقي حد يجاوب معي ولا اتكلم ايوه برب عليكم حضرتك وليتها في التركيب استخدم اسياخ الاخمات اسياخ الاخمات ودي هنحاول نرسمها مع بعض انا عندي هنا ملفات العضو السابت اللي هي تتغذى بالمنبع الطير المتردد وقادي الاقطاب 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 عندي هنا الموجب والسالب اللي هما المفروض يتغذوا بطيار ايه مستمر بوضع هنا في حزاء القض اسياخ الاخماد اللي هي معمولة بالنوقع ايه اسياخ الاخماد دي اه لا احنا شرحناه في اول حلقة مش هنشرحها تاني هنا بقول ايه انا مش هقصر دولة اللي هي ملفات من العضو الساب العضو الاقطاب مش هقصرهم هسيبهم كده قدام مني عن طريق حلقات الانزلاق وهوصل المنبع حيدور المحرك كأنه قفص سنجاب بواسطة اسياخ الاخماد بس مش هيوصل للسرعة القانونية اللي انا اعايزها بعد فترة من الزمن لا تتعد حوالي خمس ثواني ابتدي غزي ملفات الاقطاب بطيار مستمر سرعة العضو الدائر هنا تبتدي تزيد الى ان تصل الى سرعة المجال الدائر الى ان تصل الى سرعة مين المجال الدائر تب الكلام ده موجودش ما عاملنا الدراسية في جميع مدارس مصر تقريبا في معمل اللاب بولد وحدركز وملائنا الافاضل في المدارس هتلاقيه بيعمل لك تجربة المحرك الطافق بيفتح لك البرواز بتاع المحرك الطافق يقول لك خد بالك ده متوصلة مع كذا ودي متوصلة مع كذا هتشوف فيها اسياق الاخماد وتقريبا كلها من الاليمونيوم تقريبا كلها من الاليمونيوم المعمل اللي نازل للمدارس كلها من الوزارة هتلاقي الشكل بتاعه كأنه قفز سنجاب ذي المطور اللي حضرتك بتشوفه في التدريبات العملية اللي هي الورشة يبقى انا بعمل ايه بدل محرك كهربا حيبتلي دور بس كأنه ايه قفز سنجاب كأنه قفز سنجاب بعد ما يخلص سرعته هتلاقي الزرار موجود في المحرك الطافقي على اليمين هترفع ملفات الاقطاب تبتلي تخش في الدائرة تبتلي عن طريق الفرياك هتزود الطير المستمر تلاقي سرعة المحرك عمالة تزيد معاك التاكوميتر مكتوب يوصل لغاية الالف وخمسمية هتوقف طيار المستمر على كده طب لو اتنين قض هتوصل تزود طير التغذية الى ان يصل الى تلات تلاف لفة على الدية باعتبار ان تردد جمهورية مصر العربية ربنا يحميها جميعا يا رب خمسين زبزبة على الثانية نولة تاني نولة تاني لانا حضرتك هتنفذوا هذه التجربة في امتحان اخر العام اللي هي اختبار المحرك التوافقي هتشغل المحرك التوافقي انك هتوصله بالمنبع وبعد ما توصله بالمنبع طير متردد هيبتري يدور كأنه استنتاج قفص سنجاب وبعد فترة تبتري ترفع الزرار اللي على يمين المحرك مباشرة يدخل معاك ملفات الاقطاب تبتري تزود طيار التغذية الى وهو الطيار المستمر لغاية معاك ويكون معاك التاكوميتر توصل لسرعة التوافق توصل لسرعة التوافق طبعا الطريقة دي اسهل بكتير جدا من نجيب محرك مساعد تعالوا نشوف مع بعض كده والكلام موجود في الرسمة لو خدت بالك كده بدي حركة المحرك التوافقي بتركيب قفص سنجاب خدت بالك القفص سنجاب فين والفرش الكربونية فين وقادي الحلقات عند القفص ويدي حلقات لانزلها طبعا ملفات الاقطاب احنا واخدين منها قطاع زي الرسم بتاعنا في سنة اولى تعالوا نشوف مع بعض السؤال مش انا قلت لحضراتكو هسألكو يجب عدم قصر اطراف ملفات الاقطاب الاجابة ليه انت مقصرتش اطراف او سبتها ليه لانه يستنتج بها طيار كبير يسبب تولد عزم مضاد يسبب العضو فرمالة العضو الدائر عندما تصل سرعته الى سرعة التوافق يعني انت لو قفلت ملفات الاقطاب على نفسها اول ما يوصل سرعة التوافق المحرك يقف انت بعملت ايه ولذلك حتى لو انا بكلمك بقولك انت بترفع الزرار اليمين يعني بتدخل ملفات الاقطاب في الدائرة بتكون مفصولة لكن ما بتبقاش سايبة السؤال التاني برضو او تعريف علل يجب توصيل مقاومة مادية بملفات الاقطاب قيمتها تساوي من عشرة لخمستاشر مرة من قيمة مقاومة ملفات الاقطاب مقاومة ملفات الاقطاب مقاومة سلك فالمقاومة بيكون صغيرة بنخاف من طيار بدء الحركة بنخاف من يعني قبل ما جاوب وتطلع على شاشتنا قبل التغذية بالطيار مستمر طلعها كده وذلك للحد من طيار المستنتج بها نتيجة قطع المجال الدائر لها الا وهو برضو عليك طيار بدء الحركة ورد فيها العضو لايه الاستنتاج الكلام ده ابنانا وبناتنا درسنا في بداية المولدات في بداية المولدات بقلل من قيمة طيار بدء الحركة ودي لها قصة تانية كتيرة جدا في المحركات الاستنتاجية اللي حضرتكم بتستخدموها في الحالة العملية دي مطور المية ومطور التلاجة ومطور الغسالة احنا بنون الامثلة اللي حضرتك شايفها لابد ان يكون في طريقة للحد من طيار بدء الحركة تعالوا نشوف كده خواص المحرك التوافقي ويريد تكتبه معايا واحد عزم الدوران في المحرك التوافقي ينشأ من المجالين الاتيين المجال الدائر الناشئ في ملفات العضو الثابت وهو يتوقف على جود المنبع وطيار الحمل المجال المنطيس الناشئ في الاقطاب المنطيسية والذي يتولد عنه قوة دافعة كرابية مضادة في ملفات العضو الثابت في سؤال هنا عرف ذاوية الحملة هي ذاوية تخلف كهربية تنشأ عن تحميل المحرك بين القوة الدفعة الكهربية المضادة وجهد المنتج بسبب ان اقطاب العضو الدائر والتي تدور بنفس سرعة المجال الدائر تحاول التخلص من هذا الارتباه هي مش عايزة تدور بنفس السرعة فبتحاول تطلع فبتحصل هنا زاوية الحملة وهي تزيد مع زيارة الحملة الى مقدار يجعل المحرك يخرج عن سرعة التوافق وينشأ عزم مضاد يعمل على فرمالة المحرك ويسمى بعزم الانقلاب عزم الانقلاب هو العزم المضاد الذي عنده يتوقف المحرك التوافقي عن الحركة تماما اشرح مع الرسم تأثير طيار الاقطاب على المحرك التوافقي عند حمل ثابت اللي احنا بنسميه ببعض الكتب منحنة الفي او منحنة السبعة تعالوا نشوف مع بعض المنحنة بيقول ايه لما كان طيار المنت الكبير بص تركز كده لو طيار القوة دفع كربية المترددة وطيار التغذية لو طيار المستمر صغير كان معامل القدرة في الفترة دي متأخر متأخر طيب لو انا قللت طيار المنتج وزودت معايا طيار التغذية معامل قدرة يبتدي يتحسن طيب زودت طيار التغذية كمان معامل قدرة يبتدي يزيد وبالتالي لو زودت طيار الحمل يعمل او تعمل الشبكة عند معامل قدرة متقدم المنحنة ده من المنحنات المهمة جدا في دراسيك ان شاء الله سنادي ولما تخلص معاعد او كلين تعالوا نشوف مع بعض كمان تغذية الاقطاب صغيرة نسبيا فان المحرك يدور عند معامل قدرة متأخر ونلاحظ على المنحنة زيادة طيار الحمل كلما قل طيار تغذية الاقطاب بزيادة طيار التغذية يتحسن معامل قدرة ويقل طيار الحمل لا ادنى حد له عندما يكون معامل القدرة يساوي الوحدة بزيادة طيار التغذية الاقطاب يزيد طيار الحمل مرة اخرى ولكن في هذه الحالة ايوه يكون معامل قدرة متقدم وهذه مهمة جدا في تجريل المحرك كمحسن لمعامل القدرة ابنانا وبناتنا بهذه وفي هذا الثقال قد وصلنا الى نهاية حلقة اليوم كان فاضل فيها حاجة بسيطة جدا استعمالات المحرك التوافقي وبيستخدم في الالات التي تحتاج الى صراعات ثابتة ومنها على سبيل المثال مثل التكييفات المركزية ودي حنقول ان شاء الله في الحلقة القادمة يا رب نكون قد افدناكم وافدنانا بانفسنا باذن الله ويا رب وفاك جميعا والى اللقاء في الحلقات القادمة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته